عود على بدء إسرائيل تهرول مجددا إلى انتخابات مبكرة وحكومة الأضاد التي سوغ تأليفها بالخروج من دوامة الانتخابات ما كادت تكمل عامها الأول حتى تفككت تفكك أعاد تنشيط النقاش حول مخاطر الانقسامات الداخلية وتبعاتها ليس فقط على ضرب أساس الاستقرار السياسي في إسرائيل بل على أصل وجود الكيان واستمراره على أن دلالة هذا الأمر تكمن هذه المرة في كون صدورها على لسان رأس الهرم القيادي في فترة ولايته أخشى من فقدان الدولة ونحن أمامها كذا خطر فالشعب نصفان يتبدلان التهم حول من سرق الدولة وكل منهما يلقي المسئولية على الآخر وهما موجودان في حالة قلق وجدي هكذا تبدو الحرب الأهلية لغة الحرب الأهلية وحرب الأخوة وإن لم تغب كثيرا عن أجواء النقاشات العامة في إسرائيل إلا أنها تزداد حضورا وتتوسع مروحة المحدرين منها كما تتنوع مستوياتهم وخلفياتهم نتنياه اليوم غير الماضي ومنطقه الآن أنا الدولة والدولة أنا وهو لا يريد حكومة بديلة وكل ما يطمح إليه هو الانتخابات لتمرير قانون يعفيه من المحاكمة القضائية وفيما حذر رئيس الموساد السابق تمير باردو أخيرا من أن إسرائيل على خلفية انقساماتها الداخلية اختارت تفعيل جهاز التدمير الذاتي الخاص بها لفت المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أذي بن ياهو إلى أن إسرائيل على أبواب حرب بين الإخوة مشيرا إلى أن كل مكونات تلك الحرب باتت كلها متوفرة الآن موسيقى